بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحب بكم طلاب الأعزاء في مادتنا المهارات الرقمية للصف الخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا في الدرس السابق كيف نقوم بإجراء محادثة مع الكائن وأيضا تعرفنا على المعاملات الشرطية لو سألنا هل نستطيع إجراء محادثة مع الكائن في بيئة السكراتش؟ نعم إحسنتم رأينا أننا نستطيع أن نقوم بإجراء محادثة مع الكائن رأينا كيف يتم ذلك من خلال عدة خطوات نقوم أولا بإضافة لبنة عند النقر على العلم الأخضر أو green flag is clicked من فئة لبنات الأحداث أو event ثم نقوم باختيار من لبنات الاستشعار أو since اختيار لبنة اسأل وانتظر أو ask and wait بعدها نقوم بإضافة لبنة say for seconds أو قل لمدة ثانية من خلالها اللبنات الهيئة أو اللوكس وبعدها من فئة لبنات المعاملات أو الأوبريترز نقوم بإضافة لبنة إربط أو الجوين داخل اللبنة بعدها نقوم بداخل المربع الأبيض نقوم في لبنة إربط نقوم بكتابة النص الذي نريد إظهاره أو عرضه في البرنامج ومن فئة لبنة الاستشعار أو sensing نقوم بإضافة لبنة الإجابة أو الانسر من خلال لبنة الجوي طيب سؤال آخر هل يمكن ترتيب لبنة أربط في مكان النص؟ نعم نستطيع أو يمكن ذلك من خلال نقوم بسحب لبنة أربط ونقوم بدمجها في لبنة القل لمدة ثانية فبدل النص نضع لبنة أربط طيب كيف سيكون شكل المقطع البرمجي؟ رأينا أيضا أنه سيتم دمج اللبنة أربط داخل لبنة القل لمدة ثانية فيتم الحصول على الإجابة والإجابة هي عبارة عن إجابة المستخدم التي يقوم بإدخالها في مربع الإجابة طيب كيف سيكون شكل المحادثة مع كأن القط؟ رأينا أنه سيكون بهذه الطريقة هذا الشكل المحادثة أين نكتب الإجابة للمقطع البرمجي؟ رأينا مقطع أو الإجابة ستكون في مربع الإجابة وهذا ما تكتبه هنا يظهر في مربع الإجابة وعند الضغط على علامة صح يتم إرسال الإجابة أو عرضها في المحادثة أو ممكن نقوم بالضغط على مفتاح الانتر أيضا سيفي بالغرض طيب لو سألنا سؤال ماذا نضغط لتشغيل البرنامج؟ حتى نقوم بتشغيل البرنامج نقوم لابد من الضغط على لبنات عند النقر على العالم الأخضر حتى نقوم بتشغيل هذا المقطع البرمجي وحتى يعمل وهذه هي لبنات العالم الأخضر أو when flag is clicked أو clicked طيب ما هي لبنات المعاملات الشرطية أو الأوبريترز في منصة سكراتش؟ رأينا لدينا ثلاث لبنات خاصة وهي عبارة عن الجمل المنطقية التي نستخدمها عند إجراء قرار فعندنا لبنات مثلا أكبر من more than وعندنا لبنات أصغر من أو less than ولدينا لبنات يساوي أو equal to رأينا أو أين نجد المعاملات الشرطية في سكراتش؟ في أي لبنات؟ أحسنتم نراها في لبنات العمليات أو الأوبريتر أو الأوبريشنز أفواً وهي هي موجودة لاحظوا هنا ويكون لونها عادة باللون الأخضر طيب سؤال آخر على ماذا تحتوي لبنات العمليات؟ تحتوي عادة كل لبنات من هذه اللبنات على مربعين فارغين فحيث يمكن كتابة نص أو قيمة حتى يتم المقارنة بينهما أو فيهما فلدينا القيمة الأولى والقيمة الثانية ممكن تكون أرقام وممكن تكون نصوص أو حروف طيب سؤال آخر حتى نتعرف أكثر على اللبنات الخاصة بالمقارنة لدينا لبنات أكبر من أو مور ذان ماذا تفحص هذه اللبنة؟ رأينا أحسنتم تقوم أولا بتفحص القيمة الأولى وترى هل هي أكبر من القيمة الثانية فإذا كانت القيمة الأولى أكبر فإن النتيجة أو قيمة الإجابة أو قيمة المقارنة ستكون صحيحة أو إذا كانت الرقم ليس أكبر فتكون القيمة العملية تصبح خاطئة بنفس الطريقة لبنت أصغر من ماذا تفحص هذه اللبنة؟ أحسنتم رأينا أنها تعمل العكس فإذا كانت القيمة الأولى أصغر من القيمة الثانية فإن العبارة قيمتها أو نتيجتها ستكون صحيحة بينما إذا كانت فيما عاد ذلك تكون الإجابة أو النتيجة خاطئة ولبنة يساوي أو الـ equal to ماذا تفحص هذه اللبنة؟ أحسنتم تقوم بمقارنة القيمة الأولى مع القيمة الثانية فإذا كانت متساويتان أو قيمتان متساويتين متساويتين فإن النتيجة تكون صحيحة وفيما عاد ذلك تعتبر الإجابة خاطئة نكمل اليوم بإذن الله المعاملات الشرطية وهي خاصة بدرسنا اليوم ثلاثة ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سنتعلم عدة أمور سنعرف كيف نقوم أو بكيفية عمل لبنة إذا الشرطية إذا ثم الشرطية وأيضا سنتعرف على تمرين جرب بنفسك ماذا نستخدم؟ عادة لو أردنا تمهيد لدرسنا ماذا نستخدم بالعادة إذا كان الجو ممطرا؟ توجد أمطار وتساقط المطر ماذا نستخدم بالعادة؟ أحسنتم عادة نستخدم المظلة أو المظلة حتى نقي أنفسنا من المطر عند تساقطه فأيضا راح يكون الشروط دائما يعد اتخاذ الشروط في الحياة أمرا مهما فالإنسان دائما يتخذ قراراته عند تحقيق شروط معينة لديك لبنة وموجودة في منصة سكراتش لبنة خاصة بالشروط ونرى اليوم كيفية عمل هذه اللبنة إذ أن هذه اللبنة مسماها هو لبنة إذا ثم أو إف ذن الشرطية كيف تعمل هذه اللبنة؟ تعمل كالتالي تقوم أولا هذه الجملة الشرطية بالتحكم في سير البرنامج بشكل كامل فيقوم الحاسب بمقارنة الشرط وهو عبارة عن قرار أو سؤال فإذا كان الشرط صحيح يتم تنفيذ ما تحت الشرط وإذا كان خاطئا لن يتم تنفيذ الأوامر الموجودة أسفل الشرط فلا بد أن يتم التحقق من صحة الشرط من عدمه طيب ما الفئة التي تنتمي لها هذه اللبنة؟ نجدها عادة موجودة في لبنات التحكم أو الكنترول وعادة تكون لونها باللون البرتقالي وهي تتحكم في مسار البرنامج حتى يصبح البرنامج صحيح ويعمل بشكل صحيح وسليم فلا بد أن ننتبه لأنواء الشرط الذي نقوم بكتابته داخل هذه اللبنة طيب كيف شكل لبنة إذا ثم أو إف ذن هذا شكلها نلاحظ بهذا الطريقة ونقوم بإدخال الشرط في الشكل المعين طيب أين يتم كتابة الشرط؟ يتم كتابة الشرط في هذه المنطقة الخاصة فتتحقق هذه اللبنة أولا من شرطها فإذا كان الشرط متحققا معنات متحققا أن الشرط صحيح فإنه يتم تفعيل وتنفيذ الأوامر الموجودة داخل البلوك داخل الشرط إذا لم يتحقق الشرط فلن يتم تنفيذ اللبنات الداخل الشرط فيتم تجاوزها مباشرة إلى اللبنات التي تليها طيب هل يمكن استخدام أكثر من شرط داخل هذه اللبنات؟ نعم نستطيع أن نستخدم عدة الشروط داخل اللبنات وتعتبر جمل شرطية متداخلة إذا كان برنامجي يريد هذه الأمور فعادة نستخدم إذا كان لدينا أكثر من شرط عادة تكون إما لمقارنة قيمتين نريد مقارنة أو نريد التحقق من عبارة معينة أو التحقق من مدخلات محددة أو نريد التحكم في كائنات برمجية معينة فعادة نستخدم أكثر من شرط إذا كنا نريد عمل الثلاث خطوات المقارنة أو التحقق أو التحكم طيب سؤال آخر كيف سيكون تفحص الشرط في لبنات إذا ثم؟ حتى يتم تفحصها عادة مثل ما رأينا فإن تفحص اللبنة يتم مرة واحدة إذا لم يتحقق الشرط فإن الأوامر الموجودة داخل لبنات إذا ثم ثم لن يتم تنفيذها بل يتم تجاوزها وتجاهلها وينتقل البرنامج إلى الأوامر التي تليها فالمقطع البرنامجي سيستمر حتى يتم الانتهاء منه لن يعود إلى الجملة الشرطية باعتبار أنه جملة شرطية يتحقق ينفذ إذا لم يتحقق يتجاهلها وينفذ الأوامر التي بعدها طيب سؤال آخر دعونا نجرب معا كيف تفحص الشرط في لبنات إذا ثم؟ اللي هو تمرين جرب بنفسك في المثال التالي سيسأل البرنامج المستخدم عن الساعة ويرد البرنامج حسب الإجابة التي يعطيها المستخدم ماذا سنستخدم في هذا البرنامج؟ أحسنتم سنستخدم لبنة الشرط سنستخدم إذا ثم للتحقق من كون الساعة قبل 12 ليقول البرنامج صباح الخير أيها العالم كيف ننشأ هذا المقطع البرمجي؟ لإنشاء هذا المقطع البرمجي سنسأل عن الوقت فإذا نقوم باستخدام لبنات الأحداث في البداية دائما أول لبنة نستخدمها في منصة السكراتش هي لبنة الحدث أو الإفنت اللي هو عند النقر العالم الأخضر اللي هو وينفلاق كليكت في منطقة البرنامج الرصي فنقوم بسحبها إلى منطقة البرنامج الخاص بالبقطع البرمجي في أي فئة من اللبنات يوجد السؤال؟ اسأل وانتظر أحسنتم توجد من لبنات الاستشعار السنسنج أضف لبنة اسأل وانتظر أو ask and wait واكتب كم الساعة داخل المربع الأبيض بهذه الطريقة ولبنات الاستشعار أو السنسنج نعرف لونها باللون الأزرق موجودة من ضمن اللبنات البرمجية في منصة سكراتش بعدها الخطوة الثالثة في أي فئة اللبنات يوجد الشرط ومعاملاته؟ موجودة في لبنة إذا ثم من ضمن فئة لبنات التحكم أو الكنترول ثم نقوم بإضافة فئة لبنات المعاملات أو الأوبريترز نضف لبنة أصغر من أو less than داخل لبنة إذا ثم بهذه الطريقة لاحظوا أضفنا اللبنة الأولى ثم اللبنة الثانية ثم أضفنا الجملة الشرطية إذا ثم ثم نقوم بإضافة لبنة المعاملات حتى نقوم بالمقارنة الساعة ما إذا كانت أقل من أو أكبر من أو تساوي 12 سيكون شكل المقطع البرمجي بهذه الطريقة فأولا عند النقر على العلم الأخضر اسأل كم الساعة وانتظر فإذا كانت إجابة التي أدخلها المستخدم أقل من 12 قل صباح الخير أيها العالم وانتظر أربعة ثواني حتى نعطي مساحة وقتية معينة نلاحظ أن البرنامج أو الحاسب في هذه سيقارن المدخلة أو الإجابة التي أدخلها المستخدم مع الرقم 12 فسينفذ الأوامر الموجودة داخل مربع إذا ثم طبعا هذا الموضوع أو طريقة المقارنة الحاسب للشرط أو للجملة الشرطية نطلق عليها مسمى التنفيذ المشروط معناه أنه لن ينفذ إلا إذا كان الشرط صحيحا أو متحقق فنطلق عليها مسمى التنفيذ المشروط هذه هي الجملة التنفيذ المشروط أن البرنامج أو الحاسب لن ينفذ إلا إذا كان الشرط متحقق لن يدخل لن نتقل إلا إذا كان الشرط صحيح طيب متى سينفذ هذا الأمر؟ سينفذ هذا الأمر إذا كان الرقم المدخل أصغر من 12 أي رقم أصغر من 12 سيكتب لنا صباح الخير أيها العالم طيب سؤال آخر طبعا اختبر اليوم سنختبر فإذا جبت 12 مثلا هل سيعطي الشرط عبارة صباح الخير أيها العالم أم لا سنرى هذا في درسنا اليوم هل نستطيع تطوير المقطع البرمجي لوقت المساء أيضا؟ يعني إحنا طبقنا على صباح هل لو أردنا تطبيقه على المساء نستطيع تطويره؟ نعم إحسنتم نستطيع أن نقوم بتغيير المعاملات الخاصة بالأوبريترز للمقارنة نجعلها أكبر من 12 حسب الوقت المحدد فكيف نقوم بهذه الخطوة؟ كيف سيكون شكل المقطع البرمجي؟ باعتبار أنه يقوم بالتحقق من شرط ما إذا كانت الساعة أكبر من 12 هنا تكون شكل المقطع البرمجي لاحظوا كانت لدينا في البداية صباح الخير أضفنا نفس لبنة الشرطية إذا ثم ولكن استخدمنا المعاملات أشياء الخاصة بالأكبر من 12 ويكون القل أو العبارة المكتوبة أو التي ستعرض للمستخدم مساء الخير أيها العالم وننتظر لمدة أربعة ثواني طيب ماذا؟ ما هو توزيع ساعات اليوم صباحا ومساء؟ نعرف أن لدينا في الساعة أو في اليوم لدينا توزيع للساعات لدينا نبدأ مثلا 12 الظهر ثم ثلاث مساء وستة مساء والتاسعة مساء ثم 12 تعتبر صباحا وهذا يتعتبر طبعا المساء نطلق عليه مسمى البي أم والصباح نطلق عليه مسمى الأي أم فلدينا طبعا الساعات إذا وصلنا إلى 12 الظهر تأتي بعدها الساعة الواحدة نطلق أحيانا في التوقيت تسمى بالرقم ليس واحدة بل 13 مثلا الساعة 22 الظهر تكون 14 والساعة ثالثة العثرا تعتبر 15 وهكذا فيعتبر لنا التوقيت إلى النصر إلى الساعة 11 تعتبر 23 وبعدها 12 تعتبر 24 وهي 00 أو تعتبر اكتمال اليوم بالكامل طيب هل تعتقد إذا غطينا جميع الاحتمالات الممكنة للإجابات حول الوقت؟ طبعا لم نستطيع لم نغطيها لأن لدينا الساعة إذا كانت 12 ماذا سيعرض؟ هل سيعرض صباح الخير أو مساء الخير؟ فماذا يحدث إذا كانت إجابتك 12؟ نقوم بتعديل المقطع البرمجي لكي يعمل إذا كانت الإجابة 12 يعني ممكن المستخدم يقوم بإدخال أكبر من 12 أو أصغر من 12 لكن ماذا سيعمل البرنامج إذا أدخل رقم 12؟ فماذا سيحدث؟ نستطيع الآن تعديل البرنامج بحيث أنه يعمل في ثلاث احتمالات أكبر، يساوي أو أصغر طيب، كيف نقوم بهذه الخطوة؟ طبعا نشغل البرنامج ونختبر الساعات التالية على مدار اليوم اعتمادا على الإجابة نملأ الخانات الفارغة بالجملة الصحيحة سواء كانت صباح الخير أيها العالم أو مساء الخير أيها العالم جرب بنفسك هذه الأرقام أدخل خمسة مثلا 13, 21, 11, 12 نعرف أن خمسة تعتبر صباح الخير 13 أكبر من 12 تعتبر مساء الخير 21 تعتبر أكبر من 12 مساء الخير 11 أقل من 12 تعتبر صباح الخير و12 سنفترض أنها مثلا مساء الخير سنعدلها على مساء الخير دعونا نطبق عمليا نقوم في البداية أول خطوة نقوم بالذهاب إلى الأحداث أو الإفنت نقوم بسحب عند النقر على العالم الأخضر بعدها نقوم إذا استشعار ونقوم بسحب لبنة اسأل وانتظر نقوم بكتابة كم الساعة علامة استفهام وهي ستعرض لنا في محادثة القط أو كائن القط بعدها نقوم باستخدام الجملة الشرطية وهي إذا والشكل المعين نقوم بإدخال المعاملات الموجودة في العمليات أو الأوبريترز حتى نقوم بمقارنة الجملة الشرطية ونقوم بإدخاله وتركيبه داخل لبنة إذا ثم طبعا الإجابة نقوم بوضعها باعتبار أن هي الأجابة التي سيكتبها المستخدم داخل البرنامج ثم من خلال الهيئة نقوم حتى تعرض له الإجابة للمستخدم نقوم بكتاب عبارة مثلا صباح الخير أيها العالم في هذه اللبنة الخاصة في الهيئة فيقول صباح الخير أيها العالم نحاول نضع space حتى تكون المساحة شوي واضحة وأكبر طبعا نغير الثواني نجعلها أربعة ثواني ونغير أيضا الوقت باعتبار أنه 12 الساعة فإذا كانت الإجابة أقل من 12 فسيعرض البرنامج صباح الخير دعونا نطبق كم ساعة كتبت مثلا أقل من 12 نكتب مثلا خمسة واضغط enter يطلع لنا صباح الخير أيها العالم ما نهتنا البرنامج يعمل بشكل صحيح نستطيع مضاعفة نفس الكود بالضغط على الزر الفارة الأيمن ثم اختيار مضاعفة تم تركيب نفس البلوك أو نفس المقطع البرمجي يكتم تكراره مجرد أني أغير المعاملات والعبارة مساء الخير أيها العالم نحذف اللبنة الخاصة بمعاملات أكبر من ونقوم نذهب إلى العمليات لبنة العمليات ونختار لبنة المعامل الأقل من ونقوم بتركيبه داخل الجملة الشرطية إذا ثم نضع الإجابة طبعا نربطها بإجابة ثم نقوم بتغيير الوقت إلى 12 ونغير العبارة إلى مساء الخير بهذه الطريقة فنكتب مساء الخير أيها العالم فهذا التغييرين الوحيدين نضغط على العالم الأخضر نقوم بتجربة البرنامج نكتب مثلا ستة فيطبع لنا أو يكتب لنا صباح الخير نكتب مثلا أكبر من 12 13 مثلا ويعرض لنا مساء الخير معنى أن البرنامج هنا يعمل بشكل صحيح لو كتبت مثلا 21 مساء الخير باعتبارتنا أكبر من 12 لو كتبنا مثلا 11 أيضا تعتبر صباح الخير طيب كيف نكتب أكثر من شرط لكتابة أكثر من شرط نأتي هنا إلى جميع الاحتمالات التي ممكن للمستخدم أن يقوم بإدخالها إما أن يدخل رقما أقل من 12 أو يدخل رقم 12 أو يدخل رقما أكبر من 12 فهذه الاحتمالات الثلاثة الوارد حصولها عند إدخال المستخدم لأي رقم فإذا كان أقل من 12 سيصبح عفوا إذا كانت الإجابة أكبر من 12 ستصبح لنا مساء الخير وإذا كانت الإجابة 12 نعتبر أنها مساء الخير وإذا كانت أقل من 12 فيعرض لنا صباح الخير دعونا نرى هذه عدة جمل شرطية داخل المقطع البرمجي يتم تنظيمها بهذه الطريقة تعالوا نطبق عملية أنا طبعا قمنا بعمل المقطع فنلاحظ هنا إذا قمنا بإدخال رقم 12 أو 5 أقل من 12 صباح الخير نضغط على العالم الأخضر ندخل مثلا 12 يساوي ستعرض لنا مساء الخير أيها العالم وأيضا نقوم بإدخال أكبر من 12 مثلا 21 أو 20 فيصبح لنا الوقت مساء الخير أيها العالم بهذه الطريقة طيب تدريبات خاصة بدرسنا اليوم طيب تدريبات اتخاذ القرار لاحظ المقطع البرمجي في الصورة واملأ الجدول التالي اسأل عن درجة الحرارة فإذا كانت الدرجة الحرارة أقل من 20 معنات أن درجة الحرارة باردة أو إعرض رسالة أنه بارد لمدة ثلاث ثواني إذا كانت الإجابة المدخلة أكبر من 45 فمعنات أنه حار نريد اختبار الأرقام التالية ونريد ما هي الرسالة التي سيطبعها البرنامج نريد إدخال 12 و 47 و 14 دعونا نطبق عملياً نبدأ بداية من ملف جديد بمشروع جديد ثم نذهب إلى الأحداث نقوم بالسحب لبنة عند النقر على العالم الأخضر ثم نقوم من لبنة الاستشعار أو السنسينج للسؤال اسأل وانتظر نقوم بكتابة كم درجة الحرارة كسؤال أو ما درجة الحرارة ونضع في مثلاً في الجو أو في الخارج ونضع علامة الاستفهام ونضع سبيس على الساس يترك لنا مجال في الحوار ثم ندخل طبعاً لبنة إذا ثم بعد السؤال ونقوم من خلال المعاملات أو العمليات باختيار المعاملات الأوبريترز الخاص بالأكبر من أو الأقل من طبعاً إذا كانت درجة الحرارة أقل من 12 أو من 20 فمعنات أن الجو بارد فنذهب إلى لبنة الاستشعار حتى نعرض لنا الإجابة ونربطها في لبنة الربط نذهب إلى السؤال وهي الهيئة نذهب إلى الهيئة حتى نحصل على الإجابة التي ستعرض لنا في لبنة الشرطية أو إذا ثم فنقوم بربطها في داخل المعاملات طيب نذهب إلى الهيئة ونقوم باختيار قل لمدة مثلاً ثلاث ثواني فقل إنه بارد باعتبار أن الدرجة الحرارة أقل من 20 ونجعل العبارة أو رسالة تعرض لمدة مثلاً ثلاثة ثواني طبعاً نقوم بمضاعفة البلوك أو مضاعفة المقطع البرمجي عمل مضاعفة وجرد أني أغير المعاملات أو الأوبريترز الخاصة بدرجة الحرارة ونغير الرسالة التي ستعرض للمستخدم فنقوم بسحبها وإخراجها للخارج ثم نضغط على زر الفارع الأيمن ونقوم بحذف اللبنة ثم نختار من العمليات المعاملات أو الأوبريترز الخاصة بالأكبر من أو درجة الحرارة الأكبر من طبعاً نحتاج إلى الإجابة الموجودة في الاستشعار أو السينسينج حتى نقوم بربطها داخل لبنة المعاملات نغير درجة الحرارة نجعلها 47 أو 45 ونغير الرسالة التي ستعرض في قل لمدة ثانية ونقول إنه حار وبهذا نكون اكتمل لدينا المقطع البرمجي نغير الثواني أو مدة الزمنية التي نريد البرنامج أن يبقى لها وبعدها نقوم بتطبيق وتنفيذ البرنامج عند النقر على العلم الأخضر فيقول لنا ما هي درجة الحرارة في الخارج فإذا دخلنا 12 يذكر لنا أنه بارد ننقر مرة أخرى على العلم الأخضر ما درجة الحرارة في الخارج ندخل أكبر من 12 مثلا 47 ويقول لنا البرنامج إنه حار باعتبار أنه تحقق من الشرط وقام بعرض الرسالة حسب الشرط المتحقق لو عرضنا 14 فإنه بارد بهذه الطريقة طبعا في النهاية نقوم بحفظ عملنا إلى حاسوبك طيب ماذا نقصد بالتنفيذ المشروط؟ أحسنتم يقصد بالتنفيذ المشروط أن البرنامج لن يعمل أو لن ينفذ اللبنات التي تلي الجملة الشرطية إلا إذا كان الشرط متحققا وصحيحا أما إذا كان الشرط غير متحقق فيتم تجاهل الأوامر ويتم تنفيذ الأوامر التي بعدها أو اللبنات التي بعدها بهذه الطريقة طيب ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ تعلمنا كيفية عمل لبنات إذا الشرطية ورأينا أنها مهمة جدا حتى تتحقق أو تتحكم أو تقوم بعمل وتتحكم في مسار البرنامج من خلال استخدام هذه اللبنة وأيضا تعرفنا على تمرين جرب بنفسك من خلال الساعة أو توقيت اليوم في الساعة 12 أو أكبر من 12 أو أقل من 12 طبعا عزيزي الطالب خاتمة استخدام الحاسب يحتاج إلى مهارة عملية حتى تتقن البرمجة باستخدام منصة بسكراج ويحتاج إلى ممارسة فهو ليس فقط مجرد دراسة تضرية أشكر لكم حسن متابعتكم وتمنياتي لكم بالتوفيق وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته